أمور النهاردة ممكن تتغير يبقى فيه مفاجأة في طريقة اللعب في الشكل الدفاعي بتاع سوارش يعني اللي هو بيقوله خلي بالنا ان سوارش دايما بيلعب باتنين ما بيلعبش بتلاتة بنص الملعب ما بيلعبش بستة وتمانيتين بيلعب بالسولاية وبيلعب بحمدي وبيخلي ديانج دايما معاه فمطالب ان علي معلول دايما ان هو يقفل الحتة دي صحيح خلينا بس الاول نشرح للناس ايه هو الشكل الدفاعي او الافكار الدفاعية اللي سوارش بيحاول يدخلها في النهي ويعلمها اللعابة النادي الاهلي عشان الناس يبدأ تكون موجودة معنا سوارش جاي باول افكاره الضغط العكسي ايه الضغط العكسي او الكاونتر برس ان انت الحالة الدفاعية بتبدأ بمجرد خسارتك الكرة في المكان اللي الكرة تقطعت فيه بيشتغل على الساكن بول في خمس ثواني انك تضغط وتجيب الكرة في خلال خمس ثواني احنا معنا بعض الحالات بعض الارقام يعني الاهلي في 23 مباراة ستقبل 20 هدف كان مفروض يستقبل 31 الحقيقة وطلع كلين شيت 10 اهداف حراس المرمى تصدل 55 تزيدة بمعدل 24 من 10 كل 90 دقيقة باية الارقام شغالة زي ما هي فالكاونتر برس ان دي اول حالة الحالة الاهلي هنا خسر الكرة هيرجع ايجابة بعديل الناس عينها مع العدات فوق في ثلاث ثواني و 96 جزء من الثانية يعني في قال من اربع ثواني الاهلي قدر يستعيد الكرة انه بدأ حالته الدفاعية من نفس مكان القطع كمل هجمته والكرة طلعت قوت اللعبة اللي بعدها هنلاقي النادي الاهلي بيجيب الكرة في وقتها قل الاهلي هنا بيهاجم في وبرات فيوتشر ناحية الشمال وبيطلع جنش بيقطع الكرة افشا هيستعيد الكرة امتى وفين في نفس المكان قطعت فيه بعد سانيتين و 17 انا شايف ان انت وعز متفقين ان لا احنا ما بنحسبش الخط الدفاع احنا بنحسب الخطوط مع بعض احنا هنا بنبدأ لو الناس دي اثرت هيبن اهمية اللي عز قاله ان معلول هنا مش هو المخطئ الاساسي في القصة الاهلي بيخسر الكرة هنا الهاجمة مكملة وبيكملوا وبيخترقوا بيلاقوا فعلا المسافة اللي بين الباك والمساك والكرة بتتلاعب عرضية بعد شوية تلاعب تعاوني هتتقطع الكرة هنا في مكان يبدو ان نلاقيه في ويتشر عندهم مساحة كويسة لكن ضغط الاهلي العكسي جيد جدا هنجيب الكرة فيقل من 6 ثواني وفي نفس المكان تقريبا بعد 10 هار تقريبا ما كانت قطعت منه اخر حالة معنا المباراة ده كل دي مباراة في ويتشر مباراة بيراميدز الاهلي ما كانش بيطبق ده بالجودة الكافية حالة واحدة تقريبا اللي ظهر فيها الفكرة كرة هنا في عمق ملعب بيراميدز فخر الدين بن يوسف هيقطعها في الكرة التانية هنا مشكلة الاهلي كمان ما خدش الكرة التانية فكان قطع الكرة منه كتير كرة قطعت فخر اضغط عليه في ثواني وقدر السولية انه يستعيدها 3 ثواني وجزء وخمس اجزاء من الثانية من اللي قطع الكور بقى اللي 4 حالات دول تعالى نسمع على الأسامي كده محمد هاني مرة طهر محمد طهر مرة أفشة مرة عمر السولية مرة يعني ايه؟ يعني المجهود الدفاعي في التالت الأمامي أو في نص الملعب الهجومي النادي الأهلي متوزع لو الناس دي كلها لو الناس دي كلها الدربة هنلاقي ان خط الدفاع عنده مشكلة طب الأهلي مقدرش يعمل كونتر بريس أو مقدرش يعمل الضغط العكسي بإيجادة هيحاولوا يعملوا ضغط عالي أي لعب منظم لأي بناء هجومي منظم للمنافسين هل المشهد اللي انت جبته أمام في يوتشر اللي هو الضغط العالي والخمس ثواني يقدر يعملوا النهاردة صوارش أمام الزمالك بالشكل ده؟ يعني دي لما نيجي نتكلم شوها عن جودة لعيب الزمالك في بناء الهجمة والخروج بالكورة هنعرف بقى جودتهم أصلا في استخلاص الكورة أخبارها إيه وبعدين كمان جودتهم في التحولات الهجومية هيقدروا يطلعوا بسهولة يمكن في آخر الحالات معناها هنصعر التحولين هجوميين لزمالك سجل لا أنا أتكلم على صوارش يقدر طبعا في النهاية الأفكار قابلة للتطبيق يعني هو دلوقتي وهو بيفكر ده اللي محضره في دماغه؟ طبعا هو راجل أفكاره سابتة هي النقطة كلها أنه هيطلب لعيبته بالتمسك بالأفكار دي لغاية فين هل هنطبق الضغط العكسي مجرى من قطع الكورة ولا هنكتفي هيعمل حساب أن الضغط العكسي ممكن تضرب وبالتالي البلوك الأولاني المجموعة الأكبر من اللاعبين ممكن تضرب فرباعي الدفاع زي ما هنشوف في بعض الحالات بعد كده بيتسلموا مباشرة مجرد الفريق المنافس بيعمل تمريرة أمامية عزيز جاب حالة هيلة جدا بتاعلي جابر التمريرة العميقة اللي عجالها في مبارات بيرام يعني هنا الضغط العالي مثلا دي الفكرة التانية بقى غير الضغط العكسي الفكرة التانية بص هنا الضغط العالي الأهلي كل واحد مع واحد طبعا بين خليها ركز مع عمر السلية عمر السلية هنا بص اللقطة دي عمر السلية بص اللحظة الرجل اللي رحأي الكورة هو المنبط عمر السلية عمر السلية هنا بص اللحظة الجوزيف اللي قدر يهرب من رقيبه واحتار لثانية أروح لي ده ولا أعمل السويتش وأروح هناك المنظومة الضغط نهارت لأن العيب أنا عايزة دائما تهديني الحل هنا إن الضغط ما يبقاش عالي كده خطوط مفتوحة كده لازم لعيبت الاهلي. وثنائي الارتكاز تحديدا لانهم عليهم مهمة حماية الاطراف يعني في الكرة اللي فاتت لما لما عمر السولاية ضرب بالتمرير اللي في ظهره. علي معلول وطهر محمد طهر لعيب. يعني بتعايز تقول ان سوارش ما شاف اللقطة دي. لازم يحضر النهاردة حاجة مختلفة. ان ثنائي الارتكاز ما يبقوش متقدمين او في الملعب كده او الضغط نفسه ما يبقاش بالعلو ده ما يبقاش اجريسي في كده. لازم اخره شوية. وكابتن سيف هو دايما انت بتبص على الجودة بتاعت المنافس. فلو انت مثلا بتبص على لعيبة بيرامدز هتلاقي ان الاهلي كان واقف عنده اسامة جلال على اعتبار انه بيبصي كويس. بس ساب علي جبر على اعتبار انه ببصيش كويس على الارت. بس علي جبر فاجئهم لانت كيش مدرب جامد في انه يعلم اللعيبة ده. فلعبت ازا مالك انت تقدر تختار ما بينهم مين اللعيب اللي انا اقدر اسيبه وما حطش عليه ضغط واللعيب اللي اقدر احط عليها ضغط. وبالتالي يبقى عندي مرونة في تطبيق الافكار دي بحيس ان انا ما اضربش كل مرة. ومش انت مش في كل مرة تقدر نكتطها على الكورة ومش في كل مرة تفشل في قطع الكورة. هي دايما مدى تركيز اللعبين. المهم انهم يخرجوا من المباراة وفي اغلب الاحوال قادرين ينفزوا الفكرة بشكل جاي.